ليست نقاطاً عسكرية بل نقاط من نوع آخر تقوم بفحص القادمين إلى عزلة الصين بمديرية المعافر بغرض تأمين المسافرين وأبناء المنطقة وتقديم الاحتياطات المبدئية كتعقيم اليدين وتسجيل بيانات الوافدين مع تزايد عدد الإصابات في اليمن وخاصة في تايز ومع زد المسافرين المتنقلين بين المديريات إلى منطقتنا الحبيبة قمنا بتأسيس وتدشين مبادرة الفقاء الصحيحة في عزلة الصينة لمواقع هذا الوباء هنا تعقد دورة تدريبية للكدر الصحي في العزلة في إطار الجهود الذاتية لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا في الريف الجنوبي لمحافظة تايز في ظل تسجيل عشرات من حالات الإصابة والوفاة بالفيروس تم تدريب كذلك اليوم على طرق إرشادات والنصائح الخاصة بالحجر والعزل في المنازل طبيعية المجتمع وطرق العزل والمنازل وما هي النصائح والإشادات التي يحتاجها المجتمع في حالة اكتياح وباء كورونا الكادر الصحي بعد تدريبه ينفذ حملة نزول ميداني لمتابعة حالات الوافدين بالتوازي مع حملة رش وتعقيم لأسواق المنطقة وأماكن التجمعات التي قد تعتبر بؤر انتشار للفيروس وانتقاله من شخص لآخر تم تقسيم فريق المبادرة إلى 6 جروبات مقسمة في كل جروب 15 فرد كلهم عاملين في المجال الصحي وتم تدريبهم وتأهلهم على بروتوكولات وإقراءات واحتياطات العزل المنزلي وكيفية تقديم الرعاية المنزلية لأي حالة اشتباه أو محتمال أو مخالطة لعدو كوفية 19 رغم وجود الكادر الطبي هنا إلا أن المركز الصحي يفتقر لأبسط الإمكانيات اللازمة لمواجهة الجائحة من أدوات السلامة للكادر مرورا بالأجهزة والمعدات الطبية وليس انتهاءا بالأدوية التي يحتاجها المريض كغيره من المراكز الصحية بالمحافظة يغيب دور الجهات الرسمية في مواجهة انتشار فيروس كورونا لتظهر مبادرات ذاتية هنا وهناك في إطار الجهد المجتمعي والشعبي في مواجهة الفيروس خصوصا بعد تزايد حالات الإصابة والوفاة في ريف المحافظة هوزي الحمادي قناة بلقيس من عزلة الصنب مديرية المعافر شعي